موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أينما كنتم أحبتي ومتابعي قناة الصيد والمقناص حياكم الله جميعا طبتم وطاب يومكم بكل خير على خيرة الله نبدأ وقبل أن نبدأ أتمنى منكم زيارة القناة والاشتراك وتفعيل زر الجرس فضلا وليس أمرا أتمنى منكم أن يصل هذا الفيديو إلى ألف لايك دعما لنا لكي نستمر معكم بكل جديد حياكم الله أحبتي في موضوعنا اليوم موضوع تغذية الصقور أو كما نقول بالعامية علف الطير موضوعنا اليوم أحب أركز فيها الأخوة الذين بدأوا حديثا بتعلم هواية الصقور كيف الطعم سقري في فصل الشتاء كثير من الأخوة الطواريح الذين يعلمون صقورهم على الهدد والصيد كثير منهم من يخرج بطيره بكل يوم والطير يعرف من كفة يعني الطير يكتل صيدته ويعرف من اللي يكتله فسواء كان فطور ولا غدا ولا عشا الطير شو صاد بهذا اليوم؟ راعي الطير أو الصقار مثل ما نقول يأخذ هذا العلف ويغدمه للطير بنفس اليوم أو يجمده ضمن ظروف أو شوط ويغدمه مرة ثانية للطير في فصل الشتاء بسبب ظروف الجوية أو حالة الطقس كثير من الأخوة الطواريح من يقوم بشراء العلف الجاهز كالحمام أو القطاء أو السمان أو عدة أنواع من الأطعمة التي تقدم علف أو تغذية للصقور ومنهم من يقوم بشراء اللحوم الطازجة كلحم الفروج ويقدمه الدجاج ويقدمه للطير أخوتي هذه الأمور كلياتها وجميعها ضمن شروط تقدم للطير فمنهم من الأخوة من يقدم نفس النوع كل يوم كل يوم كل يوم ولعدة أيام يقدم للطير نفس نوع الطعام وهذا خطأ كبير يؤدي إلى أضغار بالجهاز الهضمي للطير فيجب تنويع هذه الأطعمة سوف نذكر أحبتي وأخوتي لكم هذه النصائح إن شاء الله تفيدنا وتفيدكم وتفيد الأخوة جميعا وأتمنى منكم أيضا في التعليقات أن تضيفوا عدة أمور قد أنساها أنا نظرا لتجاربكم أخوتي وأحبتي الصقارين في هذه القناة هي قناة ليست لي فقط بل هي لكم جميعا هدفها أن نفيد ونستفيد الأخوة الذين بدأوا بهواية الصقور ودخلوا بعشق الطيور وأحبوا أن يربيوا الطيور والصقور سواء كان طير حر أم شاهين كي لا نطلع عليكم نبدأ وعلى آخرة الله نبدأ خصائص اللحوم المقدمة للصقور أن تكون لحوم ذات محتوى قذائي وقني وكافي ليسد حاجة جسم الصقر ثانيا نصائح في تغذية الصقور هي عدم إعطاء اللحوم المجمدة أو الباردة أو الساخنة للصقور ثالثا عدم إعطاء الصقور لحم مطبوخ مسبقا رابعا في حالة تجميد اللحوم يفضل فك تجميدها سريعا لمنع حدوث تلوث اللحم بالبكتيريا بأنواعها البكتيريا كثيرة وقيرها وننوه على عدم استخدام الأفران كالميكرويف لفك التجميد لأن في هذه الحالة سيحتفظ العظم الداخلي للحم بالحرارة مما يؤدي إلى أضرار بليقة في أجهاز العظمي للطير رابعا عدم تخزين اللحوم المجمدة لفترات تتجاوز الستة أشهر فما فوق لأنها بهذه الحالة سوف تفقد غيمتها القذائية وكميات كبيرة من المواد القذائية سادسا يفضل عدم إزالة جميع الدهون من اللحم وترك كميات وإن كانت قليلة حيث تدخل هذه الدهون في تركيب المادة التي تعطي المظهر اللامع أو كما نقال أو يقال المظهر الجذاب للصقر سابعا يفضل عدم إزالة العظام من اللحوم بشكل دائم حيث تحتوي على نسبة عالية من فتاميل دال ثامنا التأكد من عدم تقديم عظام ذات حواف حادة ومدببة كي لا تؤدي لجروح في الجهاز الهضمي للصغر تاسعا من الضروري إعطاء فرائس بريش بين الحين والآخر وهذه النقطة أحب أن أركز بها على الأخوة الطواريح كثير من الأخوة الطواريح من يقوم بنتف الريش ويقدم اللحم للصقر ويقوم الصقر بأكله وهذه العملية تتم بشكل مستمر على نفس هذه الحالة وبهذه الحالة أيضا أنت أخي الصقار أو الطروح تضر الطير يجب كما ذكرت لكم أحبتي إعطاء فرائس بريش كامل أو كما هي من حين إلى آخر حيث يعمل هذا الريش كمنظف للجهاز الهضمي ويتم خروج هذا الريش بعد فترة من جسم الطير هذه العملية تسمى الروباجة أو الروماج تغذية الصقر على الأعضاء الداخلية أيضا من حين لآخر مثل ما نقول الكبد أو القلب مع إزالة الأمعاء حيث أن لكل عضو قيمة وفائدة قذائية أيضا للصقر عدم تقديم اللحوم الملوثة بالأوساخ والرمل في حالة تلوثها نتيجة سقوطها على الأرض يتم غسلها أو استبدالها بالطعم ليكمل بها الصقر سواء كان فطوره والعشاه والغداء حتى يتم تغذيته بشكل جيد إن شاء الله أخوتي وأحبتي نفيد بهذه الخصائص التي ذكرتها لكم والنصائح التي تفيد إن شاء الله كثيرا من الأخوة هذا مكانا عندنا اليوم أحبتي بارك الله بكم أتمنى منكم أن لا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس حياكم الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة